كنت عملت فيديو عن كيفية إنشاء محتوى تعليمي باستخدام الذكاء الاصطناعي وقدرت تعلمك إزاي تعمل فيديو تعليمي احترافك وتقدر تشوف الفيديو من الرابط اللي هيزهر قدامك على الشاشة لو ما كنتش شفته وبعد كده أرجع كامل الفيديو ده ولولو لاحظت في الفيديو إن أنا قلت لك إن فيه تركاية عملتها عشان المونتاج يطلع معي مزبوط فياتر إيه هي التركاية وده موضوع حلقة النهاردة أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر جرس لو أنت تفرجت على الفيديو فعايز أقول لك إن إحنا دلوقتي يعتبر وقفين عند المرحلة اللي إحنا عملنا فيها تحويل النص إلى صورة وأصبح عندنا الصور وتحويل النص إلى صوت وأصبح عندنا الصوت هنا صورة الولد وهنا صوت الولد دي صورة البنت وده صوت البنت والمفروض إن إحنا بعد كده إن إحنا هنعمل المرحلة الخاصة بتحويل الصور من ثبتة لصور ناطقة وهي ان احنا بنستخدم موقع هيدرا اللي فيه بنضيف الصورة والصوت وبيحصل دمج اليهم مع بعض الصورة تنطأ بالصوت ولكن احنا هنعمل بقى التركاظ زي اول حاجة اعملها انا محتاج اعمل بعض التعديلات على الصوت هاخد مثلا الصوتين دول وهروح بيهم على اي برنامج منتاج بأي طريقة اي ان كان البرنامج اللي انت هتستخدمه الطريقة اللي انا هشرحها تقدر تنفسها على اي برنامج انت بتستخدمه حتى لو على الموبايل او على كاب كات او على اي برنامج بس انا هستخدم برنامج كامتازية لان ده البرنامج اننا نتعود عليه وهيبقى سهل شوية في الشرح عشان لو هتطبق الطريقة ديات في اي برنامج تاني انا دلوقتي جبت هنا الصوتين وحطتهم في الطايم لاين هنا تعديلي بس هيبقى على الصوتين بس او على الاصوات بس ده صوت البنت هجيبه مثلا هنا تحت وده صوت الولد المفروض ان انا عندي هنا الولد بيتكلم كلام والبنت بترد عليه فانتعال كده نبدأ كده ونشوف الولد بقول ايه الولد هنا قال هاي انا عاوز اعمل فاصل ما بين كل كلمة بتتقال ويتقال بعدها الجملة اللي بعد كده بمعنى ايه ان انا دلوقتي بدل ما الواد هينطق الكلام كله ورا بعضه لا انا عاوز هنا ان انا لما هو يقول هاي الصوت اللي بعد كده يظهر يظهر صوت البنت فهاجي هنا بعد ما يقول هاي وهاجي هقف هنا باي طريقة ان كانت وهضغط على حرف اسم الكيبورد اللي انا بستعادل من كامتازيا اول بمعنى صاح ان انا بعمل اللي هو بقطع الصوت فهاجي هنا اسحب الصوت ده واسيب فرصة للبنت هنا يعني صوت البنت يبدأ من بعد ما الولد خلص كلام يعني الولد هنا قال هاي فالبنت هترد عليه وتقول له ايه اوكي فبعد كده الولد هينطق فهاجي هنا تحت عند المكان اللي الولد هينطق فيه وقص صوت البنت فبالتالي الصوت اللي هيظهر بعد كده هو صوت الولد وهو بيتكلم يبقى تعالى كده من البداية قال لها فهي المفروض هترد عليه لو انا سبت الصوت زي ما هو فالوضع هيكمل كلامه على طوله هيقول ايه لأ انا عايز بقى البنت هيا اللي ترد فهاجي مثلا هنا واقف عند المنطقة دي واعمل اللي هو هقطع الصوت ووادي ده الشمال يمين شوية واخلي البنت هيا اللي تنطق في الصوت بتاعها اللي تحت كده هي سألتها فالمفروض هو هيرد فهاجي هنا اقطع الصوت بتاع البنت وراحلو شوية لحد ما الود ينطق هي اللي هقل هنا ان هو اسمه ادم فهي هتسأله بعد كده سؤال تاني فانا هقص عند ادم وراحل دي شوية واسيب البنت تتكلم سألته قلت له فهيجي هو هنا ينطق هنا الولد اهو وبعد كده هي هترد بعد كده هو قال لها ان عمره كزا فهتيجي هي بقى تتكلم ها هنا بس فيه غلطة ان مفروض ادم ديت كانت تبقى هنا فهنا طبعا فيه حركة جميلة في الكامتازي ان انا لو جيت هنا كملت كده فكلمة ادم هتظهر معي هنا هو فبالتالي لو ظهرت معي هنا تظهر بشكل ده هقدر ارحل دي كده ادم هتكلم هقص بقى ادم دي من هنا ان انا بجيب دي كده فاصبح عندي البداية بتاعة البنت من هنا ردت هي قلت له فالمفروض ان هو هيتكلم بعد كده فهي هو بقولها فهتيجي هنا البنت بقى ترد فهقص هنا عند الولد وهرحل دي شوية طبعا الحاجات ديت مش هيفهامها غير الناس العرفة يعني ايه ممتاز الفكرة هنا ان انا بخلي المحادسة ماشية صح فبعمل فاصل ما بين كل كلمة والتانية كل صوت هيقولها ولكن برضو لسه التركاية هتجي دلوقت هاجي هنا برضو لان مفروض ان الولد هيرد فهقطع دي كده وهرحلها لحد ما الولد يرد بعد كده هقص هنا عند الولد من هنا ورحلو للاخر ونشوف هي هتقول ايه قالت له كان كويس او ان انا شفتك فهو هيرد عليها وقلها ايه قال لها انا كمان بصوت ان شفتك وقالت له اصبح عندي هنا الصوت اللي فوق ده الوضع الحقيقي بتاعه مفروض يبقى في الفيديو بالشكل ده وده البنت مفروض يبقى صوتها بالشكل ده طيب التركاية فين بقى التركاية ان انا دلوقتي كان عندي هنا الصوت لو احنا جينا سمعنا هنا الصوت الصوت ماشي ورا بعضه الصوت الولد فبالتالي لما كنا هنيجي نحط الصورة في الموقع بتاع هيدرا الصوت كان هيمشي ورا بعضه يعني الوقت هيفضل يتكلم ورا بعضه طب انا عايز ادي فرصة للبنت انها تتكلم فلما اجي انا مثلا اعمل بقى المنتاج زي ما انا شرحت لك انت هتلاحز ان الفرق ما بين سكوت الولد وسكوت البنت ان الصورة انت مش هفتحط الايه في الصورة الصورة هتبقى ثابتة خالص او هتبقى مثلا ما بتتحركش او كده فانا تركاية هنا بقى ان انا عايز اعمل فاصل للصوت علشان لما نرفعه على موقع هيدرا يبقى الفاصل ده موجود معي في الفيديو متواصل مسلا لحركة الولد فالولد يبقى ظاهر ان هو طبيعي هو بيتكلم ومنتظر البنت ايه هتخلص وهكذا في البنت فهعمل ايه انا دلوقتي المفروض ان احنا دايما هنا في برامج المنتاج بيبقى عندنا حاجة اسمها اخفاء فانا مسلا هنا هاجي في اللير ده او هقول له اخفي لي ده خالص وقفل هولي كده مش عايز يظهر معايا فلما اجيشغل صوت الولد المفروض ان الصوت هيبقى بالشكل ده انا بقى عايز اعمل للصوت بالشكل ده فهروح على وهختار هنا الصغة بتاعتي ان هي تكون وبعد كده هنضغط على بعد وطبعا ما نقول هنا الصوت مثلا صوت الولد اه معدل وبعد كده هنضغط على فهيجي هنا الصوت بتاع الولد لما يتعمل هيبقى بنفس الشكل ده تعال كده نسمعو فيه هنا فواصل يعني هو استنى شوية على ما قال طيب انا كده عملت صوت الولد هارجع بقى هنا اخفي صوت الولد واقفله وافتح صوت البنت بالشكل ده واروح عامله لانه في الحالة ديت هو هيشتغل على الحاجة المتاحة ليه بس فهاجي هنا هقول صوت البنت معدل وبعد كده نضغط على فيصبح عندي صوت البنت على كده نسمع صوت البنت برضو هتلاحز ان فيه فواصل في الصوت فبالتالي بقى انا هكمل الخطوة بتاعة موقع هدرة ان انا هضيف الصوت والصورة عشان يطلع الموقع في الاخر سلس بالشكل اللي احنا هنشوف دلوقتي بعد كده انت مفروض هتروح على موقع هدرة وبعد ما تدخل هتدخل على وهنا بتجي في بتجيب الصوت بتاعك انا مسلا هنا هجيب الصوت الخاص مسلا بالولد هختار صوت الولد اهو واعملها اوبن وهنا مسلا هجيب صورة الولد بعد ما اختار صورة الولد هعمل برضو اصبح عندي هنا الصوت وهصبح عندي الصورة وبعد كده هنروح على عشان يبدأ يعمل لك الصوت كامل على نفس الصورة بالشكل ده هتلاحز هنا ان الفيديو خلص وبعد كده هنحمله عشان بعد كده نشوف النتيجة تعال بقى نشوف الفيديو هيبقى عامل ازاي لو لاحزت كده لما الواد بيقف بيبقى فيه حركة جميلة كده كأنه هو مستاني اللي اصادي يرد عليه ودي بقى التركاية اللي احنا لما عملنا تقطيع للصوت وضيفناه لموقع هيدرا طلع الفيديو معنا بالشكل ده لاحز كده الحركة اللي بين الواد صامت وبتكلم الحركة دي مهمة جدا بنفس الطريقة طبعا هتعمل صوت البنت وبعد كده هتخش على مرحلة المنتاج مرحلة المنتاج في المرة دي هتبقى اسهل بكتير ليه بقى احنا دلوقتي عندنا هنا البنت ودي الولد هنجيب الولد هنا في فوق كده والبنت هتجي تحت كده تمام هنسيب كل حاجة زي ما هي فوق بعض يعني لو هنقطع حاجة ولا هنجيب حاجة لان المفروض ان البنت هتبقى ساكتة في الاول بص كده يعني الواد ناطق الاول اهو وبعد كده البنت هترد عليه والاحداث هتلاقيها ماشي وراء بعضها لوحدها طيب تعال بقى نزبط اللي برضو هنا اللي عايزين بقى نزبط الفيديو يكون ابعاده كويس فمنروح هنا على وهنختار هنا اللي هو الابعاد تسعة لستاشر نعمل بعد كده هنحدد الاتنين دول هنحاول نكبرهم هنا بحيس يبقوا بعرض الشاشة كده وبعد كده هطلع هنا اوف على الولد ارفعه لفوق والبنت هنزلها لتحت كده بالشكل ده ممكن البنت ننزل لحد ما يبقى بس طرف ايديها باين والواد نطلع فوق سنة شوية مش مشكلة لو احنا ضغطنا على الولد فوق كده وبعد كده ضغطت وخليت مثلا البنت تبقى ظاهرة اكتر ممكن ننزل بالبنت شوية كمان بالشكل ده اصبح عندي كده الولد ظاهر والبنت ظاهرة مش فاضل بس غير ان انت بتروح تكمل مرحلة وبتضيف زي ما شرحت لك في الفيديو اللي فات ولو انت مش فاكرها ارجع تاني تشوف الفيديو اللي انا قلت لك عليه في الاول وبعد كده هتبقى النتيجة معاك كده في الاخر اعتقد ان النتيجة كده احسن واسهل بكتير دي تركاية هتستفيد منها لو انت بتتعلم منتاج وبرضو لو انت عايز تعمل فدهات زي كده بشكل احترافي اتمنى تكون عجبتك تركاية ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة فعز الجرس علشان تشوفكم الفيديوهاتنا الجديدة ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش بلايك وتسيب لي رأيك في تعليق عشان ده بيدعمنا جدا للاستمرارية وفي النهاية السلام عليكم